انطلقت هذه الورشة في عاصمة ولاية إنشيري أكجوجت بحضور الوالي وسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين على مستوى الولاية وموثلين عن شركات المناجم على مستوى الولاية ومشاركين من ولاية أدرار هذه تقرير سنة 2020-2021 بمستجدات من مستجداته هو من 2020 سلطات العليا في البلد قررت بشي ما فيها رجعة عن اللجنة ماتلت لجنة يتيمة قط تبنات مرحلة معينة وتم التخلي عنه كان اللام ولا هايش برشي معند الممويدين هذا النظام وفره الوسائل المالية الضرورية وعززها بالخبرة وبالمصادر البشرية وآهلي عن مملي ما كممها وخلاها ماشى وعطاها كافة مسؤولياتها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية جعلت من مدينة أكجوجت محطة لها بحكم موقعها لتسليط الضوء على الشركات المنجمية بالولاية لمعرفة مدى تطبيق برنامج الشفافية في سياساتها الاستخراجية يشرفني أن أحضر معكم اليوم حفلة انطلاق تقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي يغطي سنتي 2020-2021 تقرير قدم بشكل مفصل المحطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي بعد التدقيق والمقارنة بينها من مصادرها المختلفة واحتماداً على مستودع البيانات التي استحدثته اللجنة من أجل التجميع البيانات من مصادرها المختلفة ومقارنتها وتحليلها تجسيداً للتوجه موريتانيا الرائد في احتماد التصريح التلقائي بالبيانات وهو ما منحها الصدارة على مستوى العالم هذه الخطوة زمنها المنتخبون والمشاركون في الورشة الذين يرون أنها خطوة مهمة لتجسيد مبدأ الشفافية في الحياة العامة يجسد تنظيم هذا اليوم وعرض التقرير الذي يتحدث عن الشفافية في الصناعات الاستخراجية يجسد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية ويدخل في صميم يولويات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني لترقية وتعزيز الحكامة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة التي تنتهجه الحكومة بعدها قدم معيد التقرير لجوانب العامة التي اعتمدت اللجنة في أعداد تقريرها السنوي والمنهجية المتبعة في ذلك قبل نشره من الجهة المكلفة بذلك ليكون متاحا لمن يريد الإطلاع عليه أحمد محمد الحافظ قناة الموريتانية مدينة جوجت ليكون متاحا لخجيس cert انت